خاصة باللعبين حضراتكم عارفين طبعاً وكابتن خطيب اجتمع بسعد واتكلم معاه طبعاً سعد طلع عارة لمدة سنتين لكن يهمني جداً وإحنا نتكلم على اسم زي سعد سمير نشوف النادي الأهلي بيبص زي لأولاده اللي بجد أخلصه ليه واللي خطوا انتماءهم للنادي قبل أي شيء تاني وسعد الحقيقة مش ممكن أبداً تفتكر له في يوم الأيام أنه عمل مشكلة أو أنه ملتزمش أو أنه اعترض على أنه ما بيشاركش أو أنه اشترت رقم معين مثلاً وهو بيجدد التعاقد بتاعه أو أنه كشر في لحظة من لحظات نتيجة عدم المشاركة لكن بالعكس ورغم أنه لفترات طويلة كان يمكن مش موجود كلعب أساسي في النادي الأهلي لكن دايماً كان حطت اعتبار قدام عينيه وده المطلوب دايماً من ولاد النادي الأهلي أنه مصلحت النادي قبل أي شيء وكان ليه الحقيقة دور إيجابي جداً على الرغم أنه أنا مدرك أنه مشاعر أي لعب بيشارك مش بيشارك في فترة من الفترات ممكن على أقل تأدير تأثر على حالته نفسية تخليه ياخد جنب آه ممكن ما اعترتش لكن ممكن ما يكونش ليه دور إيجابي وده الحقيقة اللي ما عملوه السعد الحقيقة كان دايماً مقدر أهمية وجوده وأهمية خبرته الكبيرة جداً مع النادي الأهلي وعشان كده النادي الأهلي وسعد خارج قاله إحنا دايماً في ظهرك وقرار اللي أنت هتاخده محل تأدير مننا وموافقين عليه وفي يوم الأيام لابد أنك أنت ترجع لبيتك حتى ولما كانش جوه الملعب أكيد هيكون ليك دور في كيان النادي الأهلي وفي مستقبل النادي الأهلي وده مثل مش بس عشان تقديراً لقيمة سعد سمير لكن كمان مثل مهم جداً يكون واضح ورسالة مهم جداً تكون واضحة لكل الأجيال اللي جاية عندنا كتير وتفاصيل كتير جداً في حلقتنا وموضوعات هنتكلم فيها وعن السقبل تردلي طبعاً نجمل كرة الإيطالية في السادسة بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع لحضراتنا